السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد هذه التربة التي تراحضون أصدقائي هي في الحقيقة ليست تربة وليست حتى بتمص صناعي وإنما عبارة عن أوراق أشجار متحللة وفي هذا الفيديو سنشرح طريقة تحليلها وكيف نستخدمها ونستغلها من أجل تحسين خصائص التربة لذلك حاول مشاهدة الفيديو للآخر وقبل أن نبدأ الشرح لا تنسى الإعجاب بالفيديو إذا أعجبك والاشتراك في القناة إذا لم تكن مشترك بعد وتفعيل زر الجرس ليسلك كل جديد ولا تنسى مشاركة المقطع مع الأصدقائي لتعم الفائدة في البداية أصدقائي سنحتاج إلى جمع أوراق أشجار المتصاعدة يجب على الأوراق أن تكون يابسة جيدا يمكننا استعمال أي نوع أوراق متوفر لدينا أنا استعملت أوراق الأوكاليبتس على الرقم أنها صعبة التحلل وذلك لأنني من أجل تجهيز لكم الفيديو في وقت المناسب في فصل الخريف في فصل تساقط الأوراق قمت بتحليل الأوراق في فصل الصحيف وفي تلك الفترة لم يكن هناك أي أوراق متساقطة سوى أوراق الأوكاليبتس لذلك أصدقائي لا أنسحكم باستخدام أوراق قاسية وصعبة التحلل مثل أوراق الأوكاليبتس بعد ذلك أصدقائي سنحضر كس بلاستيكي كبير كيفما كان نوعه ونقوم بملئه بالأوراق بهذا الشكل بعد ذلك قمت بتبليله بليتر ونصف من منقوع الأرز طريقة سنع منقوع الأرز السهلة جدا قمت بإضافة ملعقتين كبيرتين من الأرز في لتر ونصف من الماء وتركتهم لمدة ساعتين بعد ذلك استعملتهم لقد قمت بإضافة منقوع الأرز وذلك من أجل نقص الرطوبة الزائدة يمكننا استخدام نخالة الأرز إذا توفر سيكون ذلك أفضل ويمكننا استخدام أيضا الماء فقط بدون أي أرز بعد ذلك سنقوم بعقدها وبتقبها من الأسفل من أجل تصريب المياه الزائدة ونقوم بوضعها في مكان يكون مشمس وبعد مرور شهر هذه هي النتائج التي حصلنا عليها كما تلاحظون أصدقائي بعض الأوراق بدأت بالتحلل بينما البعض الآخر لم يتحلل بعد والسبب وراء ذلك هو أن الماء لم يصل إلى كل الأوراق أنا قمت بتقليب هذه الأوراق مرة واحدة في الشهر يفضل أن نقوم بتقليبها مرة واحدة كل أسبوع إذا كان لدينا وقت الآن سأقوم بتقليبها وبرشها جيدا بالماء بعد ذلك سأقوم بإرجاعها إلى مكانها وبعد مرور شهرين أصدقائي هذه هي النتائج التي ستحصلون عليها كما تلاحظون أغلبية الأوراق بدأت بالتحلل وبالتفتت حتى الأغصان بدأت تتفتت يمكن أن تجد بعض الحشرات مثل الصراصير ومثل النمل لكن لا بأس بذلك فالنمل أيضا يساعد على تفتت وتحلل أوراق الأشجار في حالة وجدتموه مع الأوراق فاتركوه ولا تقومون بطرده هنا لدي الرطوبة زائدة جدا لذلك سأقوم بتركه لمدة شهر آخر كي تنقص الرطوبة وبعد مرور ثلاثة أشهر على تخمير أوراق الأشجار هذه هي النتائج التي حصلنا عليها كل الأوراق أصبحت متحللة ونقصت نسبة الرطوبة في الأوراق بعد ذلك نستعمل شبكة أو أيها يكون بتقوب صغيرة ونقوم بغربلة الأوراق كي نتخلص من الأغصان الكبيرة وأيضا نتخلص من الأوراق التي لم تتحلل بعد وهذه هي النتيجة التي سنحصل عليها أما بالنسبة لاستخدامه كمخصص للتربة فيمكننا خلطه مع التربة بمقدار نصف الكمية من التربة ونصف الكمية من أوراق الأشجار المتحللة بعد ذلك سنقوم بخلطه وستلاحظون أن قوام التربة يتغير سيقوم بتزويد التربة بالخصائص الغلائية وأيضا سيجعلها جيدة التصريف يمكننا استعمال نفس الطريقة أيضا مع الرمل فيمكننا إضافة نصف الكمية من الرمل ونصف كمية من أوراق الأشجار وبعد ذلك سنقوم بالزراعة فيه أما بالنسبة لاستخدامه لوحده في الزراعة كتربة زراعية سأقوم بتجربتي في الزراعة لوحده وأشارك معكم النتائج في فيديو إن شاء الله ويمكن أيضا استخدامه كسماد عضوي لتخصيب التربة ومن أجل استخدامه كسماد سنقوم بتقليب سطح التربة هكذا بعد ذلك سنقوم بإضافته وخلط التربة جيدة سنقوم باستعماله بنفس الطريقة التي نستعمل بها السماد العضوي مخلفات الحيوانات وإلى هنا ينتهي هذا الفيديو أتمنى أن يكون قد نال إجابكم وتكون قد استفدتم أشكركم على متابعة الفيديو إلى الآخر وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله